أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تحضيراته مساء اليوم استعدادا لمواجهة نادي الهلال في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدور السعودي للمحترفين وذلك على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة يدخل صاحب الأرض اللقاء وهو في المركز الرابع بخمسة وعشرين نقطة بينما يدخل الضيف وهو متصدر للدور بثلاثة وثلاثين نقطة مع تبقي مواجهة مؤجلة الهلال يسعى إلى مواصلة نشوة الانتصارات بعد فوزه الكبير على أحد وتمسكه أكثر بالصدارة فيما يسعى الفيصلي إلى الانتصار بعد سلسلة التعادلات في آخر الثلاث جولات الجهاز الفني بنادي الهلال يقرر إشراك الحارس الدولي علي الحبسي في لقاء الغد أمام الفيصلي كما ضم دياز محمد البريك ونيكولاس ميليسي إلى قائمة الفريق المشاركة في اللقاء ويغيب عن نادي الفيصلي خالد شرحيلي وحسين القحطاني لإكمال برامجهم التأهلية